موسيقى أهلاً بحضراتكم جديد في البداية برحب بكابتن محمد أشرف توفي المدير الفني الفريق 16 سنة كرة سلة واللي حصد بطولة الجمهورية منذ يومين أهلاً بك يا كابتن أهلاً بك يا كابتن أهلاً بك أهلاً بحضراتك الله يخلق بالرحب أحد اللعبين حقيقة كان لدور كبير ومشاء الله يعني أنا بتفرج عليه في التبريد بيبقى مصدر الباور والقوة والدفاع والجري معنا اللعب عمر أنيس أهلاً بك عمر موسيقى منور قناة الأهل. مبروك. الله بارك فيك. بطولة صعبة. جدا. طبعا. خلينا نروح لكابتن في البداية. يعني غريبة لما بطولة 16 سنة ومصر كلها تبعها بالشكل ده. وفيها ساسبنس غريب جدا. يعني كلمنا عن نهايات بالأخص يا كابتن. أولا الحمد لله ده قرب من عند ربنا يعني المكسب. الحمد لله. لا بطولة صعبة جدا. واتحاد مصر كان مديها اهتمام كبير. لأنها فيها أقوى ست فرق تقريبا. يعني في البسكتبول عمتان في مصر. أهلي زمالك اتحاد جزيرة سبورتينج سموحة. فاتحاد بسكت كان مديها ده اهتمام كبير جدا. كان تلاقيه في صالة حسن مصطفى. تقريبا أكبر صالة في مصر. تعافيها كاس عالم هندبول. بطولة صعبة جاية ست فرق. أقوم بعض يعني. وسألت أي حد داخل البطولة أي مدرب بين الستة. سألته هيقول لك الستة ممكن يقضوا بطولة عادي. فمن أصعب أصعب البطولات. حتى يعني كابتن سيد صبر مدير قطاع ناشئين بعد الجيم باركلي. قال لي دي من أصعب البطولات اللي احنا لعبناها. في تاريخنا. بالضبط كده. فبطولة صعبة جدا 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 جا وقوية جدا ونفسة كبيرة جدا جدا. يمكن الفرحة بتبقى على قدر المجهود. على قدر التحدي. دائما لما يكون خصومك قوي. أو خصومك أو المنافسين لك. يعني فرق محترمة وقوية. كل ما تقول الفرحة أقوى. بس أنت يمكن تعرضت لهزيمة في البداية. يمكن تاني أو تاتمتش من سموحة وكان بنت. بس أنت فضلت متمسك بالأمل أنت واللعبين يا كابتر. تمام. كنت بتعمل إيه؟ كنت بكلم اللعبين تقول لهم إيه بعد خسارة سموح الأولين. هي دي كانت أصعب حاجة في البطولة. إن أنا على مهايئة هم قبل البطولة إن إحنا إن شاء الله. مديهم ثقة إن إحنا لو في فرقة ممكن تكسب الخمس ماتشات. فهي فرقتنا إحنا بس. مفيش فرقة ممكن تقدر تكسب الخمس ماتشات غيرنا. طب ليه قلت كده؟ قلت كده لأن عشان أديهم ثقة كفاية إن هم الخمس ماتشات ممكن يبصّلها. لأن هم أول سنة ما يلعبوا جمهورية تقريباً لأن في الاربعتاشر سنة الكورونا لغتها. في الاربعتاشر كان الكورونا تلغت أف. فكت عايزة يمسكها بقدر الإمكان وما يحسوش بالرهبة إن خمس ماتشات عشان أخذ البطولة وأسامي. فالحاجة الثانية عامل حساب إن لا قدر لا قدر واقعنا. يبقوا عارفين إن وحاسين إن الفرقة كلها هتخبأ ببعض. ليس الفرقة اللي كثبتك هي اللي هتخذ البطولة. لا. فالحمد لله ده قدر يعني خليني ستيبل في كلامي معاهم ويبقوا متأسرين فيه بعد الخسارة. إن إحنا خسرنا تاني جيم وكان قدامنا تلاتة جيم تانيين صعبين جداً. فلو خرجوا ذهنياً برّ البطولة وحاسوا إنهم وقعوا كانت هتفرق كتير. منافسة بدري. بالزبط كده. فالحمد لله ربنا كرم تاني جيم على طول كان جيم صعب جداً خلصان برضو في آخر تلاتين ثانية مثلاً. معنا دي الجزيرة. فرقة محترمة جداً. والحمد لله جي من الأخار بقى الاتحاد وسبورتنج لما رجع المكسب. مكسب يجيب مكسب. استعدوا الثقة. الحمد لله كسبنا المبراتم على كده وانتظرنا نتيجة الزمالك وسموحة وجاءت هديت السماء. نفوز يعني الزمالك على سموحة بس خليني برضو أسأل عمر. عمر يمكن دي أول بطولة لك صعبة يعني يمكن لسه 14 سنة لما أنت كنت نفس الجيل ده 2006-2007 ف14 بطولة تلاجت. طب وانتو دخلين على النهايات وكانت ضلمة. زي ما كابتن محمد بيقول كل الفرقة زي بعض. انتو كلعيبة حسيتون ده مستحين ناخد البطولة ولا شفتون الدنيا قريبة. لا احنا كنا عاملين حساب نحن ناخدها ان شاء الله يعني. بش عارف احنا كنا منتمرن يعني كتير وكنا منتعب. فكنت عندي حساس كبير اللي احنا ناخدها بزدنا. احنا فرقة يعني عندنا يعني ممكن يبقى الفرقة لو طمدها 7-6 لعيبة. احنا 12 لعيب اللي في السكور هم 12 لعيب يدروا. اللي بيبدل يجيب التاني يعني هو نفس المستوى. والفتنس بعنا حلو يعني وحسيت حتى الايام اللي كنا مناخدها أجازة. كان الكابت النساعد بلو مدينا فتنس عندنا نشوت الصبح أي حاجة. فيعني اتمرنا كثيرا حسين احنا هناخدها. تغفل عجبني في كلامك يا عمر ان انت مصدق شغلك. يعني انت بيتكلم احنا اتمرنا. فان شاء الله هنكسب عشان اتمرنا. احنا بنقدي احنا بنطعب. احنا لعبتنا. يعني انت اهم حاجة تثق في نفسك الاول وفرقيتك. دي اول حاجة في المكسب. سكك اتهم حاجة يعني عشان نكسب. اولا ما كنتش داخلين واسقين كنا ممكن نقصر. صح. فاحنا حتى يعني حتى ماتش سموحة. في الوقت الثاني لما خصلنا. انا كان عندي حساسة لها طبع من جزيرة او زمالك. لان فريتين برضو عادين. طب لما الجزيرة كسبت سموحة في اخر ثانية. سموحة كسب الجزيرة في اخر ثانية بكرة اربعة بونط. كسب الجزيرة في اخر ثانية في وقت انت كنت متوقع ويخصن. ده برضو ممكن اعملكوا احباط. اعمل لنا طبعا احباط. انا كنت عاد سادة في المدرجات. انا محدش فينا كان اتوقع ان الكرة تخش اصلا. يعني اربعة بونط وكما از بس انتالي عشرين ثانية. كده في الموضوع طبعا خلص. جابوها. لا بوان مور كمان. اه بوان مور. يعني كاب ستة. عشان معد التور. كابتو مور. مور 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 مور. عشان تولي القامة. يعني مرضو حاجة تحبت. بس انتوا مركزين في شغلكم. افضلنا اصلا. يعني انت تلعب لوقات اخر حاجة. خلص انت خسرت المطشبش مهمة. خلص انت تلعب لوقات لما تكسب. خلص احنا يعني لو فرقة تانية كانت ممكن تقول خلاص كده خدنا تاني. لان الزمالك كان نور معظم الناس متوقعين هتسيبوا المطش. يعني احنا نفسين كنا متوقعين قبل ما نروح. قلتون خلاص ملوش هتسيبوا اي منافسها. خلاص خلاص فممكن يكون فرقة تانية. وليس هيكسب لصالح الا. بس لو كان كذا الزمالك كان لو كان خسر. هياخد رابع. ولو كسب هياخد رابع. ملوش اي حاجة. وإحنا كنا خسرنا وكسبنا ناخد تانية. فعادي يعني. لكن احنا قلنا نكسب. وخلاص يعني هو مطش الأخير. فانه خلاص المطشب بشكل. خلاص سيزون بشكل حالو. سبحان الله. فسبحان الله كنا عادين كلنا فوق. وكابت محمد. وفتاعة مرة احنا لدينا الزمالك تقول. ماتش فريق عشرين بنت. وحاجة غريبة بتحصل. لم تصدقتش برضو. بديم البتاع على اليوتيوب. لقيتها مصدقتش. بس انتو دي حاجة عديد. درسك بيديو قام. لحنا ساعتنا فرحنا. ويعني الباب بتاعنا زياد. زياد اللزوم. فروحنا طبعا نزلنا ماتش. ما كناش خايفين منهم. حتى لو كنا حصلنا نقبل كده بس عادي. كنا سكين نحن نكسب. ما حالش نكسب ماتش. انت مشروع لعيب عنده ثقة. وعنده فاور. وعنده يعني شخصية. فان شاء الله تبقى لعب كبير. كابتن محمد اجري حددك. في موقف المباراة نحب. هحط الدوق عليه. انت عودتنا طبعا نتنوز عوام. الأخلاق والأدب والأمانة. بأمانة. يعني اللي بتكلم كل ده بصدق. لأننا عشرتك وعشرتك كابتن أجري في توفيق. فانتو تتميزوا بالصدق والأمانة الحقيقة. المباراة الغالة في فرق بنت لسموح. يعني الحكام غلطوا ببنت لسموح. ما حدش خد باله في الملعب. يا غير يمكن انت وكابتن سايد صابر. رئيس الجهاز. وحدك توجهت لترابيسة التحكيم. لطول ما جمع سموح عليها بنت. كلمنا عن الموقف ده كابت. لا. هم عمل ران علينا. بنت لهم 11 بنت في الكارتر الثالث. وال11 بنت دي كان من خلالها شوطة الحد طويل بقامة. الشوطة بتاعته باربعة. باربعة مش بتلاتة. بالزبط. فهم قاموا بنت لهم 11. الوقت ده كان فيه. يعني احنا بنسكورو هم. يعني بدنا نسكور كمان بعد ال11. فالسكور كان كتير. فعوضنا وصلنا على الساعة لسبعة. لسبعة بنت. من 15 و لسبعة. فهم وقفوا الملعب. فقالوا كمان فيه غلط في السكور. التربست الحكام بالتسجيل عندها الدنيا صح تمام 100%. يعني راجعوا كل السكور بالأرقام بكل حاجة تمام. فأنا لفيت لكابتن أسامة النمر كان ساعتها اللي قاد وكابتن فؤاد الإداري بتاعنا كان بيحسب السكور. فسألته. فأملي وقعدنا نراجع سوا وروحنا لتربست الحكام. فبرضو راجعنا من التربست الحكام وقلت لهم لا هو كده سموحا فعلا ليه بنت. السكور مش سبعة بنت. السكور تمانية بنت سموحا. كان ساعتنا دخلنا في الرابع تقريبا. يعني أفهم من كلام حضرتك إن شاهدتك وكلامك لتربست التحكيم هو الفصل الموضوع. لأنه هو تربست التحكيم لقيت إنه هي مزبوطة. في غلط والغلط هم مش قادين يحددوه فين. بس هم استمان. هم كده بعدهم سموحا بيشتكي والأهلي قردي قال إن أنا. يعني إنت حداك لو ما كنتش قلت مثلا أنا ما فيش نقطة زيادة. كان خلاص التربست الحكام خلاص ما عندهش أي حاجة تستند عليها غير الصحيفة اللي عندها. السكورشيت اللي عنده. السكورشيت اللي عنده بيقول إنه نسموحا جاب أربعة أربعين بنت. لعلمك ممكن ربنا كرمك سبحانه وتعالى عشان حاجة ذاكتا. طبعا ذاك. يعني ربنا كرمك عشان أنت يعني عارف كان ممكن حد تاني. بس دا طبعا مش انت ومش والدك ومش وعمتها ومش النادي الأهلي. اللي يكسب أو يحب يكسب بالطريقة دي. ولكن يمكن ربنا سبحانه وتعالى كفأك. وده اختبار وده اختبار يعلم أي حد إنه مش مش لازم ياخد حد حاجة مش حقه عشان يكسب. صحيح؟ برضو كانت يعني جزء منه أنا مرضاش إنه نكسب بالطريقة دي. ومرضاش إنه يحصل معا موقف ده ده خطأ بشري ممكن يحصل من أي حد فمرضاش إنه أنا ظلم كده. وأنا عارف الحق فيه. لنفسك أنا عندي ثقة إنه كان نذكر أنا كان الحمد لله كان كنت في ملعب عندي ثقة إنه أنا هرجع. تمانية تسعة كنت عندي ثقة في الولاد وكده إنه إحنا هنرجع هنرجع. حتى كان فضل التمن داي أعتقد أو حاجة. فالحمد لله الحمد لله حصل يعني. ربنا كرمك الحمد لله. طبعا موضوع تاني وعايز أخد رأي عمري فيه طايم قوة الأخران. عشان عمري برضو كان موجود لعب. حدك خدت البرد حكيت. قلت يا جماعة هنلعب إنسايد. فبعد ما شرحت لهم. مية المية هنلعب إنسايد. ده فرق بسكت صح هنا غلطات. يوم محمد يعني طريق خيري ياخد الكرة. ويروح يسمى يعني يسمى الله كده ويروح إيه شائطة إيد ورجل منص مالعب. بتيجي بس قبل ما اسمع رأيك عن ده. خلينا نروح طبعا زي ما قلنا ابن الوز عوام. فما نفعش إن تبقى موجود معنا نهاردة. وما بقاش معنا الكابت الكبير. كبير قوي الكابتن أشرف توفيه. ألم بيك يا كابتن أشرف. ألم. منور شاشة القرات الأهلي يا كابتن أشرف. الله يخليك يا كابتن أشرف. الله يبارك فيك يا الله يبارك فيك. الحمد لله رب العزيز. فضلنا عنك سبحانه وتعالى. كلمني بقى يا كابتن خلي الباسكت على جنبك كده شوية معلش. يعني أكيد ساعدتك ببطولة محمد النهاردة تفوق ساعدتك بأي بطولة حداك خدته. ما فيش كلام. ما فيش كلام ربنا يعلم. طبعا. أنا نفسي بقى أحسن مني. وعلى فكرة هو. هو ما شاء الله. مدرجون ثقافين أوه أوه أوه. وأنا. بتعلم كويس. هم أخير صعوبة صعوبة صعوبة. هو يعني. ما 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 تكلمش. عشان هو بينكر نفسي. لا لا يصعب له جدا. حتى أحسن لعيب. محمد محمد بلخير. مثلا من 8 يوضي 20 كيلة. وقد أحسن لعيب. عنده كمان لعيب بايس أوه 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 أوه. وكتبري معني. كان مبرد بتعريب. فكتبري. ان هو كمان كمدرب يركع من 11 سن ده ويقدر يحفظ على على طعيم قوت ونقص ثلاث ثواني ستة من عشرة كل ده تصرفات مدرب كبير مشروع مدرب كوي طبعا شهادت لي مجروحة بس انا لا كابت الدي شهادة طلع من واحد من افضل مدربين مصرفة طبعا يعني بصرف النظر حداك والده بس دي حقيقة ان هو محمد الحقيقة مشروع فعلا مدرب ناجح انا سعيد انا سعيد في السيناريو ان ده زي ما في ظبط كده من الانيس ده من اللعيفة الكريسة اول انا سعيد ان المدرب يكسب بطولة بالصعوبة دي ويقدر يقرر بالجيم ويقدر يعمل كامباك ده هو وفينا وفاقه وعلى فكرة السودة بتاعة محمد خيري مش مش يطور رجلي ولا حاجة اذا لا تلعب كالعادة يا كابتل اصرف ما بتفوت ليش حاجة يا كابتل اصرف كده على طول مفيش حاجة اتعدي كده لا لا اصلا انا عارف الولد لا وا شاطر طبعا انا مهزر طبعا بقولي اصدي ان هو انها من بعيد انا اصد انها من بعيد يا كابتل يعني كرة من بعيد اه بس كلام بس هو محمد اه هو اختار صح من المفروض اللعب انت صايد علشان طبعا انت يعني رجل يا ما عملت كده الاضمن انت تاخد ده بسكت او وكذا لما هو الولد لما حطت رضايا هو عنده 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 يعني جنات البتل فهو رأى ان هو مش هيقدر يوصل فخشوتها من بعيد شوية وعنده صفات نفسه هو ولد اللعب كويس هو اخوه برضو كان عنه يعني اكتر من جين مع طريق خير صح مع اه مش مع طارق مع احمد الكارحي نعم هو اخوه الكبير اللي كان بيرعب معاه مؤمن طري خيري طب كابتل اشرف وحدك على الهوى معانا كده نصيحة يعني كده بتحب دايما تقولها لمحمد يعني غششنا كده من كنترول بتحب تقول لمحمد ايه دايما اه 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 يتعلم لبوقع لما تبقى عندك ستين سنة وسبعين سنة انا بقادي دلوقتي بتبعا اهو لازم لازم يعني فيه بدل طوال عمره ويأخذ الحاجات الحلوة ويأخذ الحاجات الجوحشة وأنا سعيد بحبه للنادي الأهل والمجموعة عندك نوع سنة كده كلهم مع بعض طب قول لي يا كابتل عاشرة برضو حددك بتتابع ماتشات محمد؟ يعني لو فيه ماتش على اليوتيوب وحددك ما عندكش تمرين مع فرقتك قاعد في البيت هل لو عندك وقت بتتابع ماتشات وبتعطي ناقشه في تفاصيل الماتش ولا لا؟ أنا للأسف القفر الأفريقية تي شغلت كده مع فرقتك شغلت كده لأن الحالة قضع صعب نا حقيقة بس هو ماتشة أنا ماتشة ماتشة بحبه وهو برضو على فوض معي كل عددنا بسك طبعا هتتكلموا فيها يا كابتل هتتكلموا فيها يا كابتل يعني محمد عاشرة بطوفية قاعد مع كابتل عاشرة بطوفية هتكلموا ويطبعا بسكت طبعا ربنا أديك الصحة يا كابتل والله لا طبعا واتمنى لحدك كل التوفيق كابتل عاشرة في توفيق طبعا أحد أبرز لم يكن يعني القلائل على مدار التاريخ في كرة السلة بشكرك يا كابتل عاشرة في توفيق نورتنا وشرفتنا يا كابتل طبعا أعزائي المشاهدين ده كان تلفوننا مع كابتل عاشرة في توفيق كان لازم يكون موجود وابن الوز عوام هنكمل لقاءنا ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد قبل الفاصل كنا ساعدنا طبعا بمدخلة الكابتل عاشرة في توفيق خلينا نروح للطايم قاوت اللي كان الأخير أو لوقات المستقطع اللي كنا خسرين في باسكت وفاضل ثلاث ثواني خلينا نسمع من كابتل محمد أشرت توفيق قال لهم ايه في التامة فاضل يا كابتل هو ثلاث ثواني باسكت أيوة فرق باسكت و لسموح لسموح والكرة معانا والكرة معانا من نص الملعب تمام احنا عندنا الأدفانتج بتاع طوال القاومة ده ان انت لو جبت باسكت وان مور تبقى بتو مور ولو خد تفاول أصلا بتلاتة خلينا اشرح لكم يا جماعة طوال القاومة في الاتحاد السلة بيدو ادفانتج ليه لو جاب كورة تاتة بومت بتبقى بتلقب اربعة لو تضرب ما يخدش وان مور ياخد اتنين دايماً بتدولوا بلاس نقطة عشان طوال القاومة يشجعوه منهم اللي عبوا الحلقة أكتر فأنا كان معيش جير ثلاث ثواني فالثلاث ثواني دي قدر رحط تود ريبل واطلع ليه فعملنا لعبة كده شرحت لهم لعبة لعلى محمد ان محمد هيطلع فهم كلهم هبيرهم معي محمد تاري خيري كله يطلع يستلم الكورة محمد يطلع من سكرين من بلال بلال طوال القاومة فلما بلال الطبيعي انه هيسيبه 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 ويروح لمحمد عشان هو الهداف بالزبط كمان فانا عايزة ورصة بقى الكورة ساعتها ايه لبلال عشان هو طوال كلهم هروح مع محمد انت بتوديوه في حتة ياخدوا الكورة في حتة في الهاي بوست خطر جدا هيحط دربلاية ويطلع حط لها هيعملوا معها فاول وكاو انت بالمور يبقى احنا كده في كلتا الحالات روحت للأضمن يعني تمام فهم ما تلعوش مع بلال ما تلعوش مع محمد خيري سابوه هم سرحوا يعني حصل مستيك في الديفنس بالزبط كده فسرحوا فاللي كان مع بلال فضل مع بلال فمحمد هو اللي فضي فمحمد مشارع عليه هو قرى الملعب وهو مسته في شوته فخلاص هو اخد القرار وعنده ثقة في نفسه وحط دربلاية من الكورة ما كانتش من بايد على فكرة بس هو ما شاء الله عنده شخصية ان هو يخلص فحط دربلا مع انه هو يعتبر جوه الجيم هو مش فاول ترابل على طول يعني فاول ترابل لها بحوالي 15-20 ديئة ماكسمم لانه عامل فاولات فنقتر يتخرجه عشان ألاقيه في الآخر أفنش فيه والحمد الله سبحان الله هو اللي فنش يعني كنت ممكن اتقل عليه شوية ويلبس أولات ما لاقيهوش في الآخر خالص كرة زي دي سبحان الله فالحمد الله فالكارات صحة ورابعة دي بتتقل عليه بتوفيق ربنا بكلفة في الآخر صح فهو ما شاء الله عليه حط الدربلاية عشرة على عشرة وشاط الكورة بسيكا وعلى كورتو وده توفيق ربنا وعمر كمان كان هو اللي بيطلع الكورة اقول لك عامر انت بص البرتوق أنا كانت معي يعني ممكن انت بطلعته حتى بيدي الدفاع كلمني بقى عن الكام ثانية دول انا مفروض هو كابتن انا هتطلعتها بلالي يعني فيما معناه فانا مليتش بلال فاضي بس او انا كنت عاد في المادية خاري خاريها شوت حتى انا وقفت ايو ايو صح انا وقفت ما عملتش حاجة انت تطلعتها الخاري وفضلت مكانك مستلت سواني برضو بش انا هتابل حاجة يعني حتى الوابش هيرجح عليه وبالكده يعني انا وصق فيه يعني ما شاء الله عليه يعني شوته يعني حلوة طب طلعتها من ايده وانت شايفت الكرة رايحة قلت هتيجي بأمانة اه لا مخدش اه فيه انت ركب كده قلت بش هتيجي اه بس انا قلت يعني ممكن وممكن لا بس انا دلتها في الاخر بقى راح بكره فحسيت ايو 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 اجاب طب نزلت عملت ايه اعطت نطط على رجل واحد جالك شد في رجلك لا انا وقعت في الكورتر الثاني رجل تلوت ايو ده لك اسم الانكل اا بس ارابطت ونزلت حتى اكمل ابقى رابطت ونزلت اا mentors ااoy او الافنجة ب olvمن اشتغل بس اول учانت فقايجي فاخد هي باص خلص اا باص خل صاد اد يا كابتن نافي الديفنس طلعني يا نحطولت هو ده عشان صراحة كوشادر طب خلي بالك برضو دي سقة من كابتن محمد ان يقولك طلع كورة خلي بالك كابتن ما هو لسه بنقول في الفاصل قبل ما نرجع على الهوات ان احنا قلنا انه اللي بيطلع كورة ده اختر واحد يعني انت اللي بتاخد القرار ما انت هتدي لطارق يا محمد طارق يا هتدي لبلاد فالقرار في ايدك انت المفتاح اللي بيدور هو مفتوض اصلا يعني انا كنت اسمح كلام الكلام الكابتن بحثا كنت اصرف صح اه كنت اصرف صح لان بلاد هم ما عملوش اللي احنا كنا متوقعين ففعلا فدي احسن لعيب او احسن واحد ممكن ياخد فهو تصرف عشرة على عشرة يعني هو كان ممكن بعد واثر نوة دي عشان ينفس كلامك في العيبة تقوله اعمل كذا بس انت طبعا لو تقوله اعمل كذا هو مفروض يقرأ انا بقولك اعمل كذا عشان هيحصل كذا ما حصل شيء احصل انت مفروض تقرف فهو ارى انه هم مراحوش مع محمد زي ما احنا قايلين هم فضلوا مع بلال فهو رحمة دي محمد صح خلي بالك كابتن دي مميزات يعني النهاردة الجيل ده بيتعلم حاجات والله لو قاعد مئة سنة ما كانت تعلمها في الجيل ده لانه انت بتاخد قرار انت صحب قرار الديزيشن ده في الملعب هو اللعيب امت شوت وامت خش وامت باصي وعمل ايه مش كرآن يعني مش كرآن ان المداري بيدي لك كلام يبقا تنزل تنفسه بالحرف كده بقى بتسمعش كامل كامل كابتن بقى عشان ذاك سبب لا اما رادي راح اسمه ده وراني الفيديو هو كان فادي فعلا كان وجلسات من رادي ويجيز كويس يعني دي كان نتيجة الديالوج لمطشي سابق يعني قرارك ده ده اما حاجة نعرف فبرافو نعجيبها فعني دي اما برضه عشان رادي نبهني ما كان كده كنتش مركز اصلا ان هو كان فادي فانا راح طلت اديها خيري بقى ونتكمل خطة زي ما كانت قارت بس حاسب بقى ايه بذات ان اللي كان وراه كان حاسب اديه قدامه ما كانش اقدر تبقى طب قولي بقى في الملعب كان بابا وماما موجودين اسرلك كانت موجودة ولا كانوا يتفرجوا في البيت لا ماما كانش موجودة كانش في احد موجودة لا بابا اللي كان موجود واختي واخوي عمله ايه بقى بكرة دي لما جلت عمله بقى اتنطط هستيريا بقى هستيريا فرحة دمع اصلا هي حلوة يعني المكسب حلو وكره يعني ما شاء الله خيري شعيطة وغير كده يعني الطريقة حلوة يعني ما شاء الله عليه يعني هو العب زي ما بقول دي كلكو كلكو يا كابتن يمكن خيري جاب الكرة الاخيرة ولكن احنا فاهمين رياضة ايه فرقة احنا برضو محمد طبعا هو نفسي يقولك الكلام ده محمد طاري فرقة كلها محمد طاري يا كابتن ما كانش هيشوت اللي ما كان عمري دهاله مظبوط ما كانش بلال اللي عمله اسكليين عملونه صح كنت عايزة اقول لحضرات كده بسه نحنا ممكن يعني محمد ما شاء الله عليه جاب اه ممكن تبقى اهم كرة فعالة وهو خمستاشر دقيقة في الجيم بسه فاول ترابل فبرضو لا ما شاء الله زي ما يا محمد لا فيه عيبة برضو شايلة فيه ناس شالت الجيم كتير طبعا طبعا ياسين حمد هيتطلع مع حضراتك كمان شوية سكورر الجيم كله في الفرقتين طول البطولة بقى فيه يعني مش دايما فيه واحد هو احسن ولا يعني كل واحد ليه جيم بالذلك مؤثر فيه جدا فماشاء الله عليهم كلهم وإحنا بنغير كتير وطول السنة بقى مش حتى بطولة بس كلاما صح مية في المية كابتوك مية في المية حتى بقول لهم وهو دي ميزة اللي احنا قلت في الاول اللي احنا كنا اتناشر هو والتمانية اللي بره سواء ايحد فينا ينزل وكلنا نفس المستوى وكلنا نفس اللعيبة نفس الطريقة بس هو فرق بس ايه يعني تبقى مثلا فرق خبرات بسا فيه ناس اكبر فخبرات اعلى لكن كمستوى كله نفس مستوى عجبني الثقة اللي بيتكلم بياه عجبني ثقتك في رئيتك وثقتك في زميلك دي حاجة بتت يعني حاجة جميلة جدا ودي على فكرة بوس خلي بالك كابتن يعني انت برضو يعني قائد الدفل وانت تقدر تزرع في اللعيبة الحب ومعليش هنقاسف تزرع في اللعيبة برضو غير الحب مش هنقول حاجة تانية ممكن يبقى بيغيره من بعض بتاع بس انت انت اللي فيدك تدفع كابتن تبتقول لأي مدرب ايه لما يبقى عنده عدد كبير من اللعبة يعمل ايه عشان دايما يحافظ ان فيه الروح دي موجود هو موقف صعب جدا يعني اي حد محتوط في استيشن ده صعب جدا بقدر يمكن يبعد عن الزلم يعني يحاول يتجنب انه يزلم حد ودايما يدي الناس كله يعملها زي بعض ودي من اكتر حاجات اللي فرحتني ان انا كرة زي بتاعت محمد في اخر ثانية في السنة في اخر ثانية في البطولة في اهم لحظة في البطولة في السيزن كله ان هي تخش بالمنظر ده يبقى الحمد لله اللقطة يا كابتن اللقطة جابلها لكم بقى من كاميرا من كاميرا بص اهي بالظبط الله تحب لا تجري دلوقتي بص الفرحة بص يا خبر بياد بدا راح فيه يا كابتن محمد بس اقول لك الحكة انت تتصرفت صح انتجريت برا حدود الملعب انتجريت ده انت تتصرفت صح ما شوكتش في الادارة دخل دخل فوقش دخل جوه بخلف من ورا ديكة سموح خلط ما هولا ينفسوا في حتة طبيعا ان الجيم خلص هو احنا برضو نجي عشان كنا مضغطين لا سبوهنا شوية دي يا جماعة ده هو عمر اللي قاعد معنا هو بيطلع الكرة خدتوا بالكم وبص الاول على مين على بلال ملاويش فاضي راح مديها اه ودي الشوطة دي ببص بقى كابتن محمد عشان طوفيه بقى في الفرحة يا خبر انتذرتش اسبيرت ده انتلتنى على كده انا قلتنهم كده ما فحصلتش مزء الحمد لله مفيش حاجة احنا تمام احنا تمام بعد اسبيرت ده يا ربي يكتر افرحنا يا رب حاجة جميلة بيبقى مفعل انت بقى هنا رجحت بقى بعد كده رجحت بداية تتبص بقى ركزت خلاص فاضل الاثنين والعشرة بالثانية اكيد ان ملعب ما وقفش في الاثنين والعشرة بالثانية اتجيم خلاص يعني 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 اللي عجبني انه انت روحت لقط بدأت تبقى تركز اللي بعده هعمل ايه اخها بربيض لا وبصوا ناحية التانية اللي عايز بس ايه احنا بتجيبك شرعة لكابتن الحمد بصوا بنش اسموحها يمكن جات في لقطة كده بسريعة يعيني برضو يعني انا بشكرهم جدا لان دي دي رياضة ويوم ليك ويوم عليك في الاخر مكسب وخسارة وكل الفرق بتجتهد بس في الاخر في حد واحد بس اللي هيكسب دي ممكن دي اوحش حاجة في الرياضة ان في واحد بس هيكسب دايما فهم انا بشكرهم بصراحة وبشكر كل الفرق وكل المدربين بصراحة بطولة بطولة كبيرة جدا 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 من اقوى بطولات الناشئين في السنين الاخيرة بطولة كبيرة جدا يعني احنا توفعنا الحمد لله كرمنا عند ربنا وهم يعني ربنا ادى كل واحد على قد يتعبوا يعني ببن الله الف وبروكة كابتن محمد نورتين وشرفتيني نورتين وشرفتيني ونتمنى لك كل التوفيق دايما و الف وبروكة عمر برضو نورتين وشرفتيني ونستأزينكم نطلع لفاصل لكابتن محمد ونستأبل بيت الفرقة النهاردة ابطال الجمهورية 16 سنة ابطالة عزيزة علينا لان كان فيها حجم منافسة واحترامنا لكل المنافسين كبير نطلع لفاصل ونستقبل باقي اللاعدي اهلا بحضراتكم من جديد احنا مكملين مع حضراتكم فرقية 16 سنة ابطالة الجمهورية معنا اتنين لعبة من اعمدة الفرق والجميل ان هم سنين مختلفين يعني انتوا عارفين الجيل ده بيبقى 2006-2007 فاحنا معنا ياسين حامل احد افضل اللاعبين والحقيقة من اللاعبين المكتهدين جدا واللي كان ليه دور كبير لسه كابتن محمد عشر طوفيق قال ليه دور كبير جدا في الفوز بهذه البطول اهلا بك هاسين منورنا اه مكسوف والله ده انت البطل والنكم النهاردة ربنا يوفاك حبيبي الف مليون مبروك شكرا عباطش معنا يعني لعب ما شاء الله عدل لاثنين متر وانتظروا مستقبل باهر ومش كده بس باللعبة اللي بتشتغل على نفسها لسه سنو صغير 2007-2007 العب السنة جاي كمان 16 سنة منرحب بحمد ربيع اهلا بك هاسين اهلا بك هاسين وانت بناورنا وانه مبروك يا عم الكااس والدنيا جميل طب خلينا روح لياسين يمكن انت بك قصة كده ان انت كنت السنوات اللي فاتت يمكن مكتش بتلعب و يعني كنت 16 ب كنت 16 الف ولكن انت ميقستش اشتغلت على نفسك اتطورت من ادائك منلت الثقة كابت المحمد عشر طوفيق ومش كده بس مكسبتنا البطولة دي كلمني حني الفتر اللي فاتت اه انا من 14 سنة زي ما حضرك قلت مكتش بلعب عشان مرد اقول لانا مكتش كويس اه ولا كان عندي ساكة في النفس ولا حتى مكتش بشتغل على نفسي جسمي مكنش كويس بوسكت بالمكنش كويس مكنش عندي شوطة فابتعت مع الوقت اركز واشوف وحط اهداف انا عايز اعملي وعايز اعملها امتا فحطيت اهدافي وبتتعت اشتغل على نفسي واسمرن بسكت وجيم وفيتنس والغاية ما الحمد لله أني وصلت لها فيه تسمح لي هنيك لأنه أنت قلت أنا عندي مشاكل ما كنتش بلعب لأنه فعلا كان عندي مشاكل فأنت كنت أمين مع نفسك صدقت نفسك اشتغلت على نفسك طورت من أداك ربنا كرمك وعايز أقول لك أن أنت يعني إشادة كابتن محمد أشد توفيق بلحظات بيك دي بتهيألي برضو تأدير تاني خلص رأيك إيه الحمد لله أني بصراحة كابتن محمد وعمره مؤثر معي حتى في الـ 14 سنة مكنتش بلعب لما كنت بسأله كان بيقول لي بكل صراحة مكنتش بيكذب علي قل لي مثلا مؤثر في التمرين أني محتاجة أتمرا أكتر محتاجة شتأل على جسمي كان عمره كان بيؤثر معي الغاية السنة دي الحمد لله السنة كلها من أول والسنة الأخيرة كان دائما كويس معي ومعتمد عليك ونوعا ما أيوة معتمد علي ودايما بيكلمني وبيقول لي غلطاتي وانا بصراحة برضو كنت بطلب منه يقول لي غلطاتي ومكنتش بيعافو التمرين حتى ساعة كان بيقول لي رايح وقل له ما ينفعش وكتش رايح فعلا يعني هو اللي بيقول لك رايح وانت ما كنتش بتقول له بطول له لا أنا هكامل التمرين فعلا برافو عليك طب اقول لي انت انت ليك أخ أكبر منك بتتكلمه مع بعض طب أي حاجة بتحصلي برجع له كريم صح كريم مش كده ولا ياسف يوسف دايما برجع له في حاجة في البسكت عايزة عرافها أكتر يفهمني ينزل يتمرن معايا يمرني كده يعني بتشاركوا بعض في كل حاجة ربنا خليكم لبعض إن شاء الله وتاخدوا ايدكم وفي ايدهم بعض كده وطلع الفريق الأول بإذن الله أجيلك أحمد انت بقى يعني انت حبيب بصراح أنا بحبك جدا ربنا خليك حبيب وانا من الناس اللي كنت شاف انت ما شاء الله بتتطور وبتعمل برجع نفسك عالي جدا في الملعب قولي يعني الفترة اللي فاتت سانتين اللي فاتت 14 سنة معهم سانة 16 عملت ايه مع نفسك اشتغلت زي مع نفسك أنا بعد المنطقة بدأت اشتغل عن نفسي حسنت ان كان فيه مشاكل كان في قلت وزني زايد وإيديا وحشة على البسكت وكده فاشتغلت عن نفسي وفيتنس وجيم فالحمد الله ربنا بركني بتلاتة رجل مباراة في الجمهورية ده في 14 سنة شوية جاء لي إصابة للأسف ايه بقى كان جاء أنا شدتك فتا شد في الخلفية الخلفية وقصرت معي حتى بعد المنطقة بشهر فللت قاعد فبعدها كان لعبي وحش فبدأت اشتغل عن نفسي شوية كان الوقت دايع اه وقت دايع صحيح وقت دايع قبل الجمهورية خالص طب قل لي ما شاء الله انت برضو يعني الطول والسن الزغير لسه عندك السنة الجاية السنة الجاية احنا مرتبط خلص ان شاء الله يبقى أنتم مع بعض دايع بالأولى مستعد لها كويس لا لسه عايزة استعد ان شاء الله انا ابدأ اشتغل عن نفسي واشتغل اكتر كمان وان شاء الله خير ناخد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يمكن الكرة الأخيرة بتاعت محمد طريق خيري والمباراة الأخيرة عمتا كانت احداث هنكسب ولا كنت قلت لا لن نكسب وكنت عندي ثقة في الفريق كله حتى لما كنا خاصنين فاق كبير كنت واصل ان نرجع ونقود عنام الديفنسي كويس ونسمع قيمة لماذا السقة دي جايلك من احب ان الفريق كله كويس مع بعض وكلنا بنحب بعض في يعني في كلام حلو مع بعض انت حاس ان صح صح قل لي من اقرب واحد لك في الفريق مع من في الوضا والله في ناس كتير اخر مع عسكر واخر بطولة كتير انا مع عسكر لك لك كنت مصاب بس عم عم يا سيدي كنت عسكر مع من في الوضا في الوضا كنت بعض مع واحد اسم كريم توفيق و مش مع دلوقتي و مازن و شايف 2006 طبعا هيتطلعوا بقى 18 شايف ان انتو تقدروا تصدوا الفجوة دي تصدوا يعني قادرين تشيلوا من الاخر ان شاء الله ان شاء الله نحن نحن نكلم بعض الوقت و نحاول نشجع بعض نحن نسد و ناخد ان شاء الله تاعد الجمهورية تاعد البطولات طيب قولي انتو لانتو تدريب انتو بتستعدوا بقى ان شاء الله شوية بتحانات تخلصوا ترجعوا للمباريات طيب اصعب ماتش كان في خمس مباريات بتاع الفاينال انتو مجيت نظر كان ايه كان سموح الماتش الاولى علشان احنا لعبنا ماتشين في قل من عشر ساعات ليه فهم ماتش الساعة تمانية بالليل وخاصنا 11 عبر مراحنا كده وكان واحدة اثنين بالليل لعبتو امتا بقى تاني لعبنا صار بعض الصبح اليوم التاني اه انتو لمكملش عليكم 24 ساعة اه فقنا مجهدين جدا وكنش قد ينلعب خالص ودي لقطات ياحمد زمالك من المباراة النهائية كان برضو باين عليكم الحماس واللي انتو عايزين تكسبه بجد يعني المكسب ما بيجيش من فراغ والتوفيق ما بيجيش من فراغ انت فين في الملعب هنا يا سيد جالك قراءة او حاجة عشان بس انت رقم كام 21 21 اقول لك مص جدا يعيني عليك دي بص محفظة دي دي جات لك بص لقيتها كده يا بص وانتلاقي ربنا صحيحة تعالى بيكرم دي عمر ها ايوه لعاس اقول لك احمد برضو يعني اكيد انت لك مسأل اعلى في السناتر يعني مين مسأل اعلى طريق غنام واسماعيل احمد اذا انت داخل على البحر على طول انا اتنين جامدين اوي بس ان شاء الله تبقى زيهم ان شاء الله ان شاء الله تبقى زيهم تبقى لها سيد عايزة يعني برضو نفس الكلام اللي قلت لأحمد خمس مطشات جامدين لان احنا كنا خسرين من زمانك الاسبوع اللي قبله اه كان 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 من ده مطش اه اه كنا خسرين من ده كان ممكنش موفقين اوي اليوم ده وما كنتش كاملين اه ممكنش كاملين كان خيري ما كانتش معنا كان مع 18 سنة فهو كان اصلا مطش تحصيل حاصل فما كانتش بوينت جارداتنا وعظم كانوا مصابين اه حتى دخلين مطش فرعا مش كلها واسكة فنفسها بس احنا كلنا جمعنا بعض وخيري كابت الفريق وكل الكبر جمعنا بعض وانما مفيش حانا خاف منها احنا الاهلي بالزبط كسبنا كام بنت كسبنا مطش الزمالك اربعة بنت او ثلاثة بس الحمد الله عدى يعني حتى بعد المطش وبعد النتيجة انت شرطك هاي كمان يا سيم بتجري واحد وعشرين اهو بتجري على تحتفل ومحمد خيري بعد الكرة بتاعته حظات حلوة يعني جميلة تبقول لي يعني انت انت مطش ده يعني لو تعاد ثاني لو تعاد ثاني وجات الكرة ثاني لمحمد طريق خيري انت رأيك يشوتها لو ما يشوتها بصراحة هي كرة متتشطش قلبه قلبه جابد قلبه جابد قلبه يا أحمد قلبه جابد قلبه جابد قلبه قلبه سكة ويتمرن عليها شطها جابها فهي كور صعبة بس ربنا يكرم اعلى في مصر في مصر لا لا يوجد في مصر يعني لا يوجد ايضا ايضا مستوى أمريكي ليس معنى يقلب مصر بالعكس بيبقى فيه مطلق مصر لن يلعب مصر مين بره دونفين هذا صعب هذا لا يلعب كامل يعمل كل يتبع مطشاته ايه يتفرج عليها انت ويوسف اه طب لو مطش الفجر حلو بتعمل ايه بعض برض طب والمدرسة باشا والكسة بصحة بقى بصحة متأخر اعمل ايه ايوة باشا اصحة متأخر طيب قولي بابا وماما في البيت كانوا موجودين مثلا من مطش الاخراني حدي من أسرتك مين اخوي امام طيب واي اعملوا ايه بعد الكرة كلهم فراحوا اخوي كم ستنينة تحت عالباب اصلا او موكورت شوط الدخل الجاري ويعاد يخبرني احبا اشتري فرح اندريك اخوات تانيين انت ويوسف عندي اختي صغيرة بتلعب بسكت برضو لا لعدها كم سنة عشر سنين ايه محبتش البسكت بقى انه هاش في الرياضة قوية طب وانت احباد ديك اخوات اه عندي اخ صغيرة بايه بيلعب بسكت بيعب بسكت اخوه بطل ونجم كبير طيب يعني مين برا مص تحب تبقى زيه انا مثل الاعلى شاكيلو نيل اه شاكيلو نيل اه بس ده خاطرة بشرية اه طبعا بس انا حاس ان فيه حاجات شبيهة لي بصراحة عندي انت بترعب بضهرك كويس بتاخد بوزيشان كويس يعني برضو فيه حاجات فعلة متشبهة اه هو اصلا بيعش بره كتير زي انا بقى بتحت ببسكت بس بس اه بس خلي بالك برضو انت انت يعني انت اشتغلت على نفسك انت كان يمكن زي ما انت قلت كلمة حلوة انت كنت بس انت تطورته بشكل كبير جدا يعني كنت بتتمرن ازاي كنت بتتمرن لوحدك ولا كنت مع الفرقة ولا ده شغل منت اللي بتركزك يعني عملتي ايش انت تطورك طبعا مع الفرقة وكنت بقى اجر ملعب جنبي وكنت بلعب فيه فيه عندها بما كالشباب تجمع الاول فيه هناك بتقدر اجر ملعب بتروح كنت بساعة نفسك كنت بتروح لوحدك وقوات اخوي يجي معي يعني اصلا اقول لي ان هو ايه يعني انت عايز تشتغل يعني فبتلق اي مكان عشان اروح اتمرن واشتغل عن نفسي طيب نفسك تشتغل نفسك في ايه فضلك ايه يعني عايز تطور ايه انت بتقول انا يعني انا عندي اف سيزون عايز ايه تطوره في نفسك الفترة طبعا اطوع من نفسي اكتر تحت الباسكت برضو بضيعة بس لازم اطوع من نفسي اكتر والعب برا بقى شوية ان شاء الله تقدر؟ ام شاء الله انا بقول لك تقدر كل حاجة بتطلق كل حاجة ان شاء الله طب قللي كان قد من اصليتك حادر مبرا؟ اه كانت المنتيا واخويا وابا كانت تفرج على الموبايل اه بابا كانت تفرج عليه في اللايف ماما واخوك كانوا في الملعب. عملت ايه مثلا ماما واخوك. طبعا اصيح الصدمة صراحة صدمة انها تيجي. احنا تصدمنا. كلنا تصدمنا. صدمة حلوة. اه. صراحة صدمة حلوة. كلنا فرحنا. حلوة. طب اخبار الطايرة ايه يا جماعة. ماتش الطايرة. اتنين صفر دلوقتي لنادي الاهلي. ما شاء الله. ما شاء الله. اتنين صفر في الاشواط. يتبقى شوت وحيد ان شاء الله ومبارك لفري النادي الاهلي ولكن الشوت للثالث. سبع ستة النادي الزمالك. ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يعود. ويبقى ان شاء الله دي المبرأة الاولى في السلسلة. طب خلينا اتكلم مع معاك يا هاسين يعني اه يعني انت بتتابع مورات الدرجة الاولى? اه كلها. كلها بتروح ولا بتشوف ها. اللي بتقدر تروح تروحه واللي بتقدر تشوفه على تلفزيون. اللي ما تقدراتش بتشوفه على تلفزيون. طب احلى ماتش عجبك السلادي درجة اه اه اخري موراتش التحدي اللي كسبنا بها. فعلا. طب ايه اللي عجبك في الماتش? اه ان احنا كنا قابليها اصلا خسرين من الاتحادة عندنا فرق كبير يعني. صحيح. وروح نخسرنا هناك تاني. وروح نخسرنا هناك. الاسف مبناش موفاكين في ولا حالة الماتشاط. بس لن يجب وقت الجد ماتش البطولة. خلص. طيب. ايه اللي عجبك? ايه اللقطة اللي عجبتك في ماتش او الكورة. تفتكر؟ احمد اسماعيل. الشوطة بتاعتي. الشوطة اللي جابها في الاخر. اه. انه وضع يعه واحدة. في نفس الحجم وشوطة اخرى. شوطة اخرى. طب احمد. انت بتتبع الدرجة الاولى? اه بس اللي عمدي قدش بتحبه عشان متزكه ومشبه. ماتفردتش على ماتش الاتحاد والاهلي اللي فاده. لا بس شفت شوية لقطات. شوية لقطات. احلى كورة عجبتك ايه من اللي شفتوها. هي بصراحة اه. اه يا سين ال او اخي الشوطة. كانت حالو جدا. ما هو اه. ادوسك كان من جليها قبلها. اه. ويكوننا بنتكلم مبرح في النادي ان هو جليها. ورحت ولما هيبقى مين ادهل تومسون? تومسون ما كانش عايش ادهله تاني على فكرة. فهو قال لك يا لعب انا خلص لانه لسا مجلي. بس ازان انا ادهله بس ديه الثقة. انت قلتيني كلمة في الفصل الثقة مهمة يا سين. ايه بقى? اول ان تسعين فيماية من اللعيب بيبقى الثقة في النفس. والعشر فيماية تاني بتبقى مجهوده. والتامريل اللي هو اتمرانه. وامكانياته. وساكت المدرب. كده. السعين فيماية بتبقى ساكته في نفسك. مي لقى لك كلام ده? نفسي. ربع عليك. يعني انت عادت تشوفه بالتراند ايرور وتشوف الدنيا حوالي كده. كلامه صحي احنا? اه طبعا. عشان انت لو ما عندك ثقة في نفسك هتعمل ايه في الملعب? لازم يكون عندك ثقة في النفس عشان انت تبقى عارف انك هتعملها. وانت عارف انك هتجيب عشان انت تتوتر. مش هتخليك تحفظ. يعني انت كنت بتمر مرتين في الغلط. فمش هتحس انك انت اصلا عملت الصحي انت. هتعمل الغلط عشان انت متوتر. فانت ستبقى اوصك في نفسك مية في مية. وكمان انت سعيد في مية كما يسين قال. طب انت تعالي سكتك بس كيف تعمل؟ تعاليها ايه في نفسك. انك شغل على نفسك. وانت تبقى انك انت تبقى عصك في نفسك. وانك عارف انك هتجيبها. وانك عارف انك هتعمل ديفين الصح. عارف انك هتعمل كذا في الملعب. صحيح. طب وياسين انت برضو تعرضت لما طبي يمكن احمد ما تعرضتوش برضو ان انت كنت بعيد. ما كنتش بتلعب. فكنت يعني زي ما يقوله نفسيا يعني يعني مفيش ثقة. بس اشتغلت على نفسك وعديت بالمرحلة دي. وقدرت توقف على يجلك وتقول انه هوا يا جماعنا جاهز. طب قول لي تمنتاشر بانت طالع حلو على تمنتاشر. طالع بقى على موليد الفين وكم. جاهز؟ جاهز طبعا. ان شاء الله. طب شايف ان الدنيا دلوقتي يعني دلوقتي مستوكي يقدر يلعب معاهم. اه 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 انا اصلا كنت متصعب معاهم اه اخير كام شهر دول كنت متصعب معاهم. مرافو. كابتن اسلام كلاني كان متلعهك معا. اه اه اه. ما كنتش ما توفقتش انها نعم معهم اطشاط. بس اه اتمرأ انت معهم كتير. حسيت ان الدنيا رايبة مش بايدة. اه اه مش بايد. فرق بس بدني. الحمد لله ما ريحتش من ساعة البطولة. ان شاء الله هجيبوها معادي. طب انت بتتمرن بدنيا لوحدك. مش كده او احمد كميب تمرت. مرة كنت انا بتتمرن في فوادي ديك لب شبتك تمرن صحيح. اه. بتشتغل بدنيا نفسك. صح. وحاس ان البدني ده مهم. طبعا. هما فرقة ما شاء الله جثمانيا اكسامهم بتزوئ البسكت بتاعه. مرافو عليك صح. هما فرقة ما شاء الله جثمانيا كلهم كلهم معضلين. بس اننا في البسكت ما اعتقدتش. اعتقد احنا جيلنا كفكر في البسكت. احنا احسن. رفو عليك. انا عجبني والله شخصيكو. بس انا نفس اتكلم معاك. ونفس اطلع على عبدوكو. بس طبعا الوقت البرنامج حتى نستقبل الديوف او اللاعبين الاخرين. انا مشكرك عيسين نورتين وشرفتيني. والف مبروك. يا حليك باتش. احمد نورتين وشرفتيني. واتمنى لك كل التوفيق انت وايسين ان شاء الله. ان شاء الله. عزيزي المشاهدين هنطلع لفاصل عشان نكمل كلامنا. مع باقي اللاعبين ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضركم جديد من كميل حوارنا مع فريق 16 سنة. واحتفالنا بيهم قرة سلة واللي قدرنا الحمد لله نفوز بطولة الجمهورية بعد مباراة عصيبة مع اسموحة وايضا بطولة عصيبة في البداية برحب بمحمد طارق خيري صاحب القاضية. اهلا بك يا محمد. عجبتك القاضية. برحب ياسين عبده واحد نجوم الفريق والحقيقة اللي كان لدي دور كبيره واعتماد كبير من كابتن محمد عشر توفيق عليه. اهلا بك يا ياسين. انا محرق الكتش. منور قناة النادي الاهلي. طب خلينا نروح لمحمد. محمد يعني برضو الجمهور النادي الاهلي طبعا كان بتابع الموتش. والبطولة خدت زخم كده حلو يعني حاجة زي الدرجة الاولى وكانت الناس متابعك والجميلة ان احنا فزنا في الاخر. كلمنا على الاخر كرة. حيخش على المضمون بعضور. التم قوتت 1000 ايه وايه وايه اللي حصل بالزبط. كان نفوض انه هيسين هيطلع. بعد انا اطلع وراءه عشان كله يعني يجع عليها. واني بلال ياخدها هيحط ابوسكت اياخد سري شوت عشان طول قام. تمام. بس انا اطلعت اطلعت ممكن احطش طيل عليها في خطها الحمد لله. فانت قريت الملعب. طب انت وانت بتاخد الكرة كده كنت وقررها شوتها ولا خدت الكرة قلت اهي دي. يعني انت هيبص عليها هي محمد الكرة ايه. افتكر كده انت لما استعمت الكرة في ايدك. كنت وقرر بشوتة ولا قلت اخش اشوف اعمل ايه. لا لا كنت وقرر بشوتة. طب بصيت على الساعة وانت بتسلمها. اه لا كنت عادر احضر الوقت. خدت الكرة. يعني انا كنت بقول انت شوتها ايد ورجل. انا بقول بالمسافة. بس هي بعيدة. ما هي ايد ورجل عشان هي بعيدة. طب انت انت بعد الكرة لما جات عملت ايه? اه كان اداري يجري علي في ملعب في انا ممكن ان اخبت ايدي كالفاول. اه زا ايدو. بس انت رد فعلك فاجئني انت ما عملتش حاجة. اه انا عملتش حاجة. يعني انت ما جرتش. ما عملتش عبص تاني الكرة هي. يعني انت لما جات. انا طبعا مش مش هتبقى التركيز عليك. او ياسين طلع هو ما استلامش. انت اتخبطت كمان يا ياسين انت طالع. انت خدت حاجة ببقك. اه. خدت كوع ولا اه. اه. بس انت خبطت فراسي. اه. بس انت خبطت فراسي. اه. بس انت خبطت فراسي المدافع صح? اه. اه. ما انا شفت اك اعتماسي جد. اه دي واحدة تاني كده يا جماعة. ياسين اللي كان طالع. فبصوا ياسين ممكن يروح عليه. اه. يعني بصوا يا جماعة ياسين واطلع هتبان هنا بقى. ياسين واطلع اتخبط في راسي المدافع. بصوا. اتخبط او. حتى حطت ايده على بقه. شايفين. اه. عدت نزل دم وكده. اه. عدت نزلت دم. اه. انت فتحت بقى. طب قول لي قول لي كلمنا عن اخر الكرة ياسين. اه. انا في الطايموت الكابتن كان عايز نطلع عشان نفضي خيري. او خيري استلم. ما تلوش شوط مالحية تشتول حاجة. لا كنت متأكد انها شوطها. بجد. طب كنت متأكد انها هيجبها. اه. يا راجل. يا راجل. يا راجل. يا راجل. اقول الحقيقة مش عشان هو صاحبك عادة على الهاوة. يا الله كنت متأكد انها هيجبها. رابع عليك. حلو الثقة في بعضيكو دي. طيب. اكلمني عن الموسم يا سين. يعني انتوا اتمرنتوا جامد وكتوا اتمرنتوا صبح بحيوط مرنوا بعد الدهر. وكان كابتن محمد دايما بحب ياخد تملينك واخر تملينه عشان لا بقاش حد وراه. صحيح كده. شبت ان اعرف ازاي. طيب. يعني ما كنتش بتدائي من التعب داسي. خلص. دي ما عايزين نكمل. دي ما عايزين نكمل. دي ما عايزين نكمل تملينة. الله ينعلم عبدان فتنة سابلية. فعلا. يعني التملينة مثلا ما كانتشف فترة عندما تقعد ساعتين من رص؟ عندما أريد أن نطول أصل رفع عليكم والله يبدو أحد من المعايزين انت من الصبح وبالليلة طب يعني ما جاش فترة عليه كنت إحنا زهقنا بها عشان نخرج على كده والله مش كلام من ده كنت مسرين وعليين نكسب و وما فيه زهق وما فيه طعب طب ليه؟ ليه ليه يا محمد؟ حبك في البسكت ولا عشان عندك هدف؟ ليه؟ عمدين أنا في طبعاً للجمهورية لأنه تماماً من 14 وانت لغت بسبب الكورونا وكده فعني منت مرأة عنها من ساعة الـ 14 فانتعب والحمد لله يعني ربنا إدانا اللي احنا تعبنا عشانه فحمد لله ممكن عايز أتكلم معاك أنت يا يوسين في حاجة بصها محمد انت ما شاء الله ربنا يحفظك رب ويخليك ويبارك فيك يعني انت الفترة اللي فاتت يعني ما كنتش بالمستوى ده ومشاء الله السنة دي لقينا تحول تحول في مستوك بشكل كبير جداً إيه سر التحول ده إيه اللي حصل عملت إيه لنفسك عملت إيه مع نفسك يعني السنة اللي فاتت كان بدني وحش وحاجات برضو في الباسكت اشتغلت عليها كويس عملت إيه؟ قدت روح اشتغل فيتنس وجم كل يوم وكده ما كنتش باخد أجهزة وبنزل أشوت ونلعب الحمد لله يعني ربنا ادنا على اللي احنا كتعدنا عشاني رضو عليك يعني انت كان عندك هدف مع نفسك الأول طب ياسين برضو انت ما شاء الله عليك يعني برضو مستوىك تطور بشكل ملحوظ اه ما حصل كنت فريبه عطت مرة مع نفسي واشتغلت على نفسي زائلت انت كنت باه ولا قلت لعليه فرصة زائلت في الأول عادي بس فرصة صبعاً اشتغلت دليل الحمد لله انت في آخر المباراة دفر خمسة في الملعب اه فده برضو يديل انت اشتغلت اه طيب ايه كان مشاكلك وانت كنت شايف ايه اللي انا عايز اشتغل فيه ايه او اطور نفسي فيه السرعة والديفنس والشوطة كده طب عملت ايه بقى عشان تطور واحدة واحدة من دول السرعة عملت ايه كنت منزل تمرن فتنس واخد فتنس مع مدربين وكده وبره الجيم برابا وكنت يعني كل يوم زي محمد كده اه كل يوم طب والشوطة عملت فيها ايه كنت منزل وشوط الصبح كتير اوه فين بقى في النازي تنزل الصبح باتلي كلنا كنت منزل مع بعض برابا عليك تفقوا الصبح وتنزلوا ممكن يبقى عندوك مدرسة ولا في القامة الفاضية ولا ممكن في مدرسة مدرسة صباح الفل بقى يعني ممكن يبقى عندنا يوم كده ولا حاجة نجيب المدرسة بس اعرفك كل الريادين بيعملوك كده بحبات خلي بالك ايه طب قولي يعني مين مسك الاعلى في مصر ايه بقى مين تمام طب محمد خيري مين مسك الاعلى ايه بقى مين طب براب ان هو بيلعب يعني يمكن هو قريب من مركز ياسين شوي بس انت بوينجارد وماشاء الله بوينجارد تكمل في المركز ده هتبقى حاجة جامدة ان شاء الله ايه بقى مين عبش بوينجارد عجبك ايه ايه اللي انت شايفه ايه شوطة ايه داخل الثقة والثقة والثقة وبلعب مع فريق برافو عليك وفنيات والعالية وكل ده اكيد برضو يعني فيه تشابه ما بين المراكز في حاجات معينة طب قولي انت بتحب سألك سؤال بقى انت بتحب تلعب واحد بوزيشن بوينجارد او بلاي ميكر زي بابا ولا بتحب تلعب جارد يعني مؤمن في بداية اخوك مؤمن طارق في بداية وكان بوينجارد وبعد كده بقى شوطينجارد دلوقت انت يعني حبيب اني مركز او اني مركز شايفه مناسب ليك واحد واحد حبه زي بابا طب نصيح بابا نيك ايه اللي بابا دايما يقولوه لك وايه دايما THEY seben أني بقولك لعاة خلي بالك ويربني يا حبيبة باعشان اي ante ايه دايما يقوله لك ااااااااااااااااااااااااااااااااااااامثلاフى المطارسل يعني دايما تmentsع تسمع hangsاك a backup ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هل المدربين دايما بيوجهوا لك نصيح معينة حاجات معينة يعني ايه دايما انت شايفه دايما المدربين حريصة ان هتقولك عليها ديفنس وان انا قابل لو حد داخل وكده من هلب ودي لقطات من النهائية هاي ليكم كلكم اولاد لقطات من النهائية ما شاء الله كلكم شاركتوا بشكل كويس وكان فيه عندكم شغف يعني عندكم عايزين تكسابوا احساسكوا يعني في الملعب حساسكوا تحركوا اسرع بالدافع طب قول لي هاسين اصعب مطش ايه سموحة الاولاني عشان خسرناه ولا عشان ايه ايه اللي كان صعب احنا كنا قصيا كنا مجهدين عشان لعبين مطشين فاقلنا 12 ساعة اه برضو نفس الكلام صح احنا هنو مش نخسر الفرقة دي تاني كده فده كان مطش صعب طيب ولما خسرتوا احبطتوا اسين صح لا شوية مش قوي يعني استكملنا عادي كنا متأجدين هم يخسروا جيمي مرافو عليك لعلمك اللي انت بتقوله ده هو ده السبب هو ده سبب المكسب ان انت بتقول والله انا حاسس انهم اكسب فلازم اكون انا اعمل علي لا علينا نكسب صح انا غلطة طيب لما طيب ايه اللي يعني انتوا لما مطش الزمالك ويسموحة انتوا بينكم من بعض من لعبة الزمالك قلتونهم ايه احنا كنا نفكين لص انهم يسيبوا مطش طيب انتوا اكيد صحاب يعني اه يعني ده وضع طبيعي يعني كلمتوا معهم بمطش ولا انا كنا بنشجعهم طيب نسألهم ما يسمواتش ولا والصماء ما كنوش بيقولوا طيب انت اخذنا وشوفنا حاجة تانية حاجة تانية اوه طيب انت اقول يا محمد انت كنت حسن ولا خلاص بحلنا اخذنا تانية وكان الامل في الجزيرة تكسب وجزيرة خسرت في اخر الكرة مع اسموحة طيب يعني قلتوا ايه انا كنا عمدي انا كنت شايف طيب ان اسموحة تكسب زمالك لا كنت شايف نتوقع قصلا انا سموحة ان زمالك يكسب سموحة بس الحمدلله كنا بعمم نتوقع ان ان هذا مضح كلمتوا بقى لعبت عاملative يعني هناك لعب في الزمالك مش حال فيه لعب اسمو found all been انا كلمتوا معاه انا 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 اعزمه لو كسبت هو طلع قال كده على بك انا 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 اعزمك لو كسبت انا 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 من الفكاهة فقالوكم طيب عز展توا او ايه لسا والله وربنا دايما يا ربك في الاخر هو منتخب مصر هو الاساس هو اللي بيجمعنا كلنا طب خلينا نقول انه ماتش الزمالك خلص وكسب سموحا احنا كنا لمنا شنوطنا ومشينا خلاص جينا من على سلم الطيارة زم ما بيقولوا خلاص انا عندينا ماتش بكرة مع سموحا يا حلو شفت الماتش ازاي قلت هنكسب ولا كنت حساسا لا لا كنا هنكسب ان شاء الله وقعدنا مع بعض نتكلم عشان الروح لازم يبقى كون في كمس تنم قبل الفريق وقعدنا نتكلم عشان محدش يكون شايف ان احنا نخسر خايف كده طب ليه قلت هنكسب يعني هل انت شوف تسموحا لعبة ماتش جامد ومحبطين واحنا عندنا ارادة طب ليه ايه حسابتك انت كلاعب انا عايز عارف شخصيتك ومن تريد بتاعتك انت كلاعب حسابتك ازاي عشان في الاخر تقول ان شاء الله نكسب انا حسابتها عشان احنا كفريق مع بعض لما عادنا مع بعض وتكلمنا مع بعض احنا عايزين نكسب البطولة عشان تاعدنا عشان طبعا من 14 سنة فانت حسيت ان الروح موجودة والاسرار موجود فهنكسب طب نفس الكلام يا سينا احنا عادنا نتكلم مع بعض بعد ماتش الزمالك انت كنت مع اسكرين ولا فين ولا عادتوا في المرحة برا كده جمعنا برا كده قلت البعض ايه دي اعني قولي كده انا هنشجع بعض وقول ان احنا مش نخسر خالص وناخد البطولة طيب ويعني مكانش حتفى اعتبركم ان ممكن سمو احد قولك لا انا مش اخسر بطولة وحينزولوا اجمد واقوى وطلقوا علينا بالفعل 11 شربون طب كل ده ما هجمعنا طمام انا عارف ان ارجعنا بس مأسرش فيكم مخلكوش تزعلوا تحبطوا في المطش انا كنت كان مشجعنا واحنا كن كلنا نشجع بعض طب انت فرحم البطولة دي يا سي طب اكتر حاجة ساعدك في البطولة دي يعني في وساعات الواحد يقعد يفتيك كده بطولة ليه مهم مرة عليه الزمن يقول لك والله ان البطولة دي يعني بحب فاكرها ومبسوط بيه عشان مثلا كانت صعبة كانت فيها منافسة تعبنة طب ليه البطولة دي انت فرحم بيه او كده عشان احنا فرقة اللي خسرنا منها تكسبناها تاني فاكنت فرحمة يا ولد يا ولد صح طب انت يا محمد انا شايف عشان يعني التعب المجهود اللي تعبناها عشانها من ال14 يعني تعب كبير اوي ونفسنا فيها الصراحة نفسك توفش المنتخب اه طبعا المنتخب اللي جيدة طب حد بعتلك حد قال لك حاجة في الكنترون كده كنا من كم يوم اصلا في اسكندرية كان في دامارين كان تمارين منتخب اللي هو منتخب 2000 اللي راح كاس عالم اللي هو مع كابتن عمر رب الخير روحت اتمرنت معه حطرت كاس تمارينة برافو يعني بعتولك انت في أب مع افريقيا ما كنتش معه اه ما كنتش معه اه انما دلوقتي هو كابتن عمر رب الخير بعتلك وستدعاك وبدأت اتمرم معه طب كاس عالم امتى تقريبا سهر سبع تقريبا او ستة مش اعرف نفسك تكون هناك ان شاء الله طب وانت يا سين نفسك تلع منتخب ان شاء الله اديها تقدر طب وشايف ايه عشان تنخش المنتخب اه اشتغل على نفسي بقى وكده طيب وحطة ان انت يعني متخلك للمنتخب وهو النادي الاهلي يبقى لازم اتقلك في النادي الاهلي الاول كمان واسبت نفسي صح وابقى متشاط اكتر ويه 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 وكلام ده كله طب اقول انت بتحت المتشاط دجل والاهلي اه اه اخر ماتش حضرته ايه اه انا مش فاك كان في النادي طب اخر ماتش شفته ايه اه اخر ماتش شفته ايه طب اكتر لا بعجبتك اتقلت احمد اسماعيل كله وابسود احمد احمد اسماعيل برابع عليك الماتش اللي قابليه ولا هيا في نفس الماتش لا استنى الماتش اللي قابليه كنا باللاعب الزمالك ايه لما جاتلو في الخمسة واربعين اخدها مرة التانية وماشاك بص هم عملوا بص خلق ما انا عارف انتو بتتفرجوا الصوفت وري تغير اللي هشتداخد قرار زي زي الشوتة ده يبقى كده عشان انت شفت اللعيبة دي بالشوت فمش علقان طب اقول لي بقى بابا بتضحك لإيه ما لسه مولتش حاجة كابتنطرق خيري انت يعني اه هو طبعا تمسك فريق الاول السيدات وعنده فاينال هتحضر له ماتشاته هتحكى جامد طب سافي ان بابا ممكن اكسب ان شاء الله اه ان شاء الله طب قولي اقولي يعني بابا مثلا اعمل حاجة بي اشتغل سيستم جديد بابا لامي من الفرقة يعني قولي اوه ممسكهم برضو اكيد يعني كاميون دول و سيستم جديد و شغل جديد و لسه كاسبين الوبلس برضو سمي فاينال يعني ان شاء الله ربنا الكاتب ايكم ان شاء الله طب برضو احنا مش عايزين نسا دور ماما طب اللي بتعب معك اكتر بقى اكتر بقى انا بابا او ماما انت راجعت بيت خريبالك مفيش عاشر مين اللي بتعب معاك طيب طيب و في الحياة لا ماما انت عين عليك دبلوماسي انت عايزين بقى مين بتعبك بابا لاما انت عشان راجع البيت يا ابني هتتعاش هيعشوك مش هيسبوك دي بتعبه معاك و يعني طب ماما بتبتعب اكتر اه عشان منها اللي بتوديني و كده بالزبط طب ندي للستة دي حقها برضو ولا ايه يعني الاب طبعا مهم و كل حاجة بس يعني الام بتتعب طيب يعني يعني ليك اخوات بلعب واسكت اه اخويا بلعب في الجيش عشرين صنا بسم الله ما شاء الله ربنا وفقكو يا رب انا سعيد بكو جدا و انتو حاجة تشرف مشكرك يا ياسين نورتين وشرفتيني عايز بطل كده وبطولات كتير نورتين يا ياسين محمد نورتين وشرفتيني حبيبي و الف مبروك وتسلم ايدك الحلوة دي ان شاء الله ربنا وفقك في اللجاة محمد بي ازن الله شاء الله اعزائي المشاهدين ده كان لقاءنا النهاردة مع عبطال الجمهورية في الايه 16 سنة للنشئين لكرة السنة نتمنى بطولات كتير لما تيجي بعد تعب تبقى افضل اشكركم شكرا جزيلا و الى حلقة جديدة مع العبطال